بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة إدغام المتقاربين ونبدأ بتعريفهما أولا فالحرفان المتقاربان هما الحرفان الذان تقاربا مخرجا وصفة أي كانت مخارجهما قريبة من بعضهما وصفاتهما أيضا قريبة من بعضهما بحيث تشتركان في بعض الصفات وتخترفان في بعضها أو أن صفاتهما قريبة من بعضها كما أسلفنا والحروف المتقاربة كثيرة ولكن لحفص في إدغامهما حرفان اثنان الحرف الأول اللام الساكنة وبعدها الراء المتحركة وقد وردت في القرآن الكريم بالفعل كما وردت بالحرف ولنقرأ وقل ربه فنلاحظ أن اللام الساكنة بقل جاء بعدها حرف الراء فندغم اللام في الراء ونقرأ وقل ربه وقل ربه فتختفي اللام وتظهر الراء مشددة ومثلها قوله تعالى بل ربكم جاءنا لام ساكنة وبعدها راء في حرف بل فندغم اللام الساكنة بالراء ونقرأ بل ربكم هذا هو الحرف الأول أما الحرف الثاني فالقاف مع الكاف بحيث تكون القاف ساكنة والكاف متحركة وقد ورد ذلك بقوله ألم نخلقكم فالقاف ساكنة والكاف مضمومة بعدها ويلاحظ في هذا المثال أننا لا نخفي القاف إخفاء تاما مع الكاف بل إننا ندمج القاف والكاف ونخرج منهما حرفا متوافقا مع الحرفين أي مكونا من الحرفين فنقرأ ألم نخلقكم أو كما يقولون كاف مفخمة والمكان الثالث أيضا لإضغام المتقاربين عند حفص النون مع حروف ويرمل أي النون مع الواو أو مع الياء أو مع الراء أو مع الميم أو مع اللام واستثنينا النون الساكنة مع النون من يرملون لأن الإضغام فيها متماثل كما مر معنا فنقرأ من يومهم ويسمى هذا أيضا إضغاما متقاربا إذن نلاحظ على الأمثلة أنها تقرأ وقر رب بل ربكم ألم نخلقكم من يومهم إذن الحروف المتقاربة كثيرة ولكن لحفص هذه الحروف التي ذكرناها فقط والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر